معنا من كل دول الخليج ومن مصر حبيبة يعني البشمهندس جافر ازاي حضرتك الله يسلمك سلام عليكم جميعا وشكرا انكم لهذه الفرصة الجميلة طبعا اشرت لك في الكلام انت كانت واحدة من المحاضرات المميزة عندنا في برنامج صناع القرار الاقتصادي انت واحد من المهتمين جدا بقطع رواد الاعمال وحاضنات الاعمال وخلافهم وجد نظرك ايه في كيفية التعامل مع الجائحة بشكل ايجابي يعني نقول نصيحة برضو للناس من خلالك ورصدك ايه للسوق في الشهور الاخيرة قبل كل شيء سلام عليكم سلام علي اخوة والاخوات المشاركين في هذه الفعالية المثمرة بإذن الله وقبل ان ابدأ اذا امكن عديز الكريم تعطيني بس اللونج على الشير سكرين لاندي بس كم سلايد اريد اعمالي شير اليكم اذا ممكن ايه اذا ممكن تساعدنا في الموضوع طبعا انا اقتبس دائما من التراث المحلي اللؤلؤ طبعا من يعرف اللؤلؤ كيف يتكون يتكون من ازمة اصلا لو تبحث حتى من جانب العلمي اللؤلؤ هو عبارة محارة الخلفية حبيبات رامب الصادفة تكون طبقات عليهم ثم تشكل اللؤلؤ يعني هذا اللؤلؤ الجميل يأتي من خلال ازمة ومن خلال الثقافة الصينية اذا رحنا للصين يقولك المحنة هي منحة المحنة هي فرصة واعتقد ضرورة جدا مسألة الماينسيت شيفت هذا لازم تتغير عندنا يعني ما ننتظر ازمة تصير على اساس احنا نغير العقلية العقلية المفروضة تكون دائما على اهمة الاستعداد مثل الجندي دائما نكون ستانباي وهذه العقلية لازم تكون في رائد العمل خصوصا رائد العمل يجب ان يتقبل كل المتغيرات كل التحديات وانا ما يسمى رائد العمل حتى يسمونها risk taker يعني ليش انا يعني اخذ هذه الجنبة الا اذا كان هناك عقلية تتقبل مثل هذا التغيير عدى عني كم سلايد بس اذا ممكن اعمله شير تشوفون السكرين اه تفضل واضح لو منت كان عن الحاضنات طبعا هناك في تعريفات كثيرة في عندك حاضنة في مسرعات في Startup Studio وفي Business Center وفي ما شاء الله مصرحات كثيرة بس انحاء حاليا في مملكة البحرين عندنا الانكيوبيتر وعندنا الانكيوبيتر وعندنا الانكيوبيتر وانا محد الان ما سمعت شي اسمه Startup Studio ان هذا يكون فيه مثل ما يقول رأس المال الجريخ خصوصا الابتكارات والاختراعات وهذا انا اكثر شي سمعتها في اوروبا وامريكا لو ملاحظ عندنا خمس قطاعات او خمس دوار هي اللي ترخل في هذا القطاع طبعا انا حطيت في المنتصف تمكين احترام لتمكين لانا ما شاء الله لها دور لا يمكن ان يغفله احد لا ما يمكن لانا حتى التاجر الصغير للتاجر الكبير تمكين صار جزء من حياتنا اليوم اليوم الشأنها ما بينه طبعا بطريقة ايجابية تمكين في المقدمة عندنا الوزارة الصناعة والتجارة وعندنا الغرفة ايضا بالاضافة الـ EDB يعني اقدر سميه العقل المدبر بس من وراء الكواليس بطريقة ما وعندنا ايضا لحد سبتمبر 2020 24 انكيبيتر وإكسليريتر طبعا انا رحت للموقع الوزارة التجارة وشفت الليستة جميل جدا الموجودة طبعا بعضهم ما عنده موقع الكتروني فقط انستجرام وهذا نوعا ما علامة استفام عندك انكيبيتر وإكسليريتر موقع الكتروني خاص فيك ما عندك شوي غريبة يعني فهذا واحد الشغلة الثانية لو منبحث عن مقومات الستة أو الثمانة عفوا اللي حقيتها في بالي بالنسبة للإكسليريتر فأي دولة مهما كانت رقم واحد شو الكابي آي شو اللي خلينا نقول والله بالفعل هذه الحاضنة وهذه المسرعة حققت إنجاز أرقام الأرقام تدل على شنو على عدد الناس المنضمين فقط أو على الناس اللي طلعوا من هذه المسرعة ومن هذه الحاضنة حققوا إنجازات بالأرقام هذا واحد اثنين عندنا الاستدامة شنو الاستدامة الموجودة هل فقط الاحتضان ومنتهى الموضوع أو لا ما بعد الاحتضان بالفعل هذه الشركة أو هذا البراند حقق إنجاز سواء كان محلي أو خارجي طبعا فيه ربما فكرة غريبة إن المفروض يكون عندنا IPO يعني الشركات اللي تطلع أو المؤسسات تدخل في مطارحة الأسهم يعني تكون كأنها في الستوك مو موجة لماذر إذا فيه ولا لا في البحرين بس حسب علم الحد الآن ما فيه الشغلة الرابعة هي بالدجيتاليز واحد من الإخوانة والأخوات ذكر في مسألة إن كثير من الشركات اللي دخلوا في الحاضنات والمسرعات تحولوا إلى شيء رقمي وهذا جميل لكن السؤال الأهم هل الحاضنة نفسها تحولت إلى شيء رقمي أمالتنا رح تسوي تسكان سريع بالأمس ثلاثة أربع الموجود من الحاضنات والمسرعات لم تتحول رقميا بالمعنى الصحيح رحت لبعض المواقع بدون ذكر اسم مافي content مافي مافي content أبدا مجرد تعريف فقط إذا أنا بروح هاد المسرعة أريد تعطيني content مثل ما يقول adding value إلي أنا مو موجود أمالتنا فالقضية التحويل يعني أعطيك مثال أنا سورة أقعد أتكلم بسرعة سالسلحة أقعد الوقت فقط طبعاً إذا أنا أصدقائك أعطيك مثال أنا عملت مقارنة بين بعض المسرعات في البحرين وفي دبي تروح بعض المسرعات اللي في دبي حتى لو ما كنت مشتركت عندك أكسس على بعض الفيديوهات عندك أكسس على بعض المحتوى مثلاً من ناحية النصائح والتيبس وحتى ما أنا أقدر أسميه اللي هو النقطة الخامسة الأوبن سورس إذا أنا عندي حاضنة والأخ الفلاني عنده حاضنة خليك يكون عندي الأوبن سورس على البيزنس الموديل موجود عندي لشين مشكلة هاي من قضية تريد سكرت مصر تجاري أبداً أنا عندي هذه التجربة أفتحها للجميع خلت الأخ الثاني ونفس ما عمل مثلاً إلون ماسك كمثال يعني أقولك والله هذا النصر تبع التسلا وحياكم أي شركة في العالم فضل هذه الخطة مجانة أشتغل عليها هذا يدل على قوة يدل على ثقة هذا العقلي حتى الآن مو موجود عندنا وهذا الخلقت عندنا ما أسميه بين السولو والتانجو السولي يعني أنا بروحي بس أشتغل وأنا التانجو التانجو طبعاً هي رمزية طبعاً إنك تشتغل مع الآخرين وتكون الموجود عندنا في البحرين أشوف يعني بالفعل تعكس ثقافة البحرين جزيرة ثلاثين جزيرة عندنا كل واحد يغني على الليلة وهذا لا بأس فيه لكن لازم يكون هناك في عملية الرب هل هناك في شيء يجمع كل هذه الحاضنة وكل هذه المسرعات سواء كانت نقابة سواء كانت جمعية أخرى سواء كان عظم مجلس الإدارة لكل يجتمع يعني في الأخير إذا الهدف واحد فليش كل واحد لوحدة يعني النقطة الخامسة أو الثالثة كريتو أدوكيت الكونتنت هل ذكرته السادة الكريم قضية الكونتنت إحنا نفتقر في العالم عربي عموماً بدون استثناء إلا قليل جداً عملية صناعة المحتوى الجال لرواد العمال والممكن أن يتنطلق من شيء جميل وهي الحاضنات والمسارات عندنا في البحرين بعض المواقع ذهبت إليها أخبارية بحتة والآخر فقير في المحتوى والثالث ما في شيء الكونتنت هذا يجب إذا أنت تريد التقف وتريد تغيير المايند ست تبع الناس في رياة الأعمال يجب أن تثقف الثقافة غير موجودة بدون محتوى واحدة من المبادرات في جوجل موقع عفواً موبايل أبليكيشن اسمه برايمر ما هذا إذا شوفونه أو لا هذا هذا يعطيك بشكل يومي دروس في كل المجالات مجاناً ويعطيك بعض وكيف تطبقه على عملك تخيل أن نحن عندنا المسارعات محتوى موجود متوفر للعامة الناس عندنا قبل النقطة الأخيرة اللي هو أنا سميها الأتمتة نوعاً ما شو غريباً ممكن نربطها بالآيبو إذا في مشروع جميل ومشروع في بوتينشل سواء كان داخلي أو خارجي الحكومة ممكن أن تدخل وتدعم تشتري جزء من الأسهم ممكن تحتضنها بالكامل يعني خليه يكون عملية بالانس ما يكون الهدف تبعاً وهذا كثير ما أنا شفت من بعض الأخوان لما أقعد معاهم يقول أنا هدفي والله أسوي مبالب لكيش ومعين يصلط الضوء عليه جيش شركة كبيرة وتحتضني أو تاخذني ويرفعها القد مليون هذا التفكير وإن كان في البداية جيد لكن على مدى طويل غير جيد أبداً بالرغم أن هناك FDI من خلال EDP الموجود عندنا في البحرين لكن لا يجب أن يكون عندنا محاصصة بحيث أن أي مشروع جميل ممكن أن يكون يطور أن الحكومة تضع يده عليه بطريقة إيجابية تدعمه خصوصاً وهذا اللي بيخلينا فيها sustainability بيكون فيه KPI بيكون كل الأمور المذكورة الأخرى طبعاً آخر نقطة سورة على الكلام السريع بس لا يدركني الوقت إنه الفورسيز كل مشروع أو كل حاضنة يجب أن تكون فيه هذي الفورسيز تكريايت فيه كرياشن تكومنيكيت وعندك هذا القناة التواصل مع الآخرين إذا ما أنت عندك ثقافة والدريع على ذلك لما أجلس مع كثير من الأخوان والأخوات في ريارة العمال أو حتى زبائن دائماً العقلية سورة على الكلمة العقلية السلبية هي من سيطرة العامة سواء كان ألقى اللهم على الحكومة أو ألقى اللهم على الخاص أو ألقى اللهم على الغرفة أو ألقى اللهم حتى على نفسه مثل زين وبعدين لابد لابد أن يكون عندنا هذا الـ وإذا ما موجودة ما منتغير أمانته فبالرغم أن هناك وجود جميل جداً جميل عندنا في البحرين لكن ما ما شوفه مفاعل يعني في كلمة جميلة جداً ريتشار برانسون هذا اللجب أن نضحه في عين الاعتبار تكن عن ملتي مليونير رجال عنده فوق الأربعين ألف موظف وعنده فوق الثلاثين شركة سورة ممكن خطب الغلط موجود بس أنا بقراها The brands that will thrive in the coming years are the ones that have النقطة المهمة The brands that will thrive in the coming years are the ones that have a purpose beyond profit يعني يجب أن يكون عندنا هدفية أكثر مجرد الربحية لاني إذا أنا وأنتك في الشركة مفكر في الربحية ومطالع البلانسية جت لنا أزمة كورونا أو أزمة كانت موجودة خلاص نحن نتحطم داخليا خلاص البلانسية تدير كلها negative فما لا وهذا اللي صار في معظم الشركات في العالم صرحوا عمالهم بخلاف قصة جميلة جدا من أحد المدراء في General Electric يقول لكم يا جماعة لا خلوا الموظفين خلهم يطلعون بنو مرتب بس يكونوا موجودين واستثمرهم لأن الاستثمار الرئيسي عندنا Human Capital عندنا تحدي مهم جدا تحدي Logistics الموجود عندنا على مستوى الخليج السعودية الآن بنفتاح ولي العهد الموجود وبضخ الملايين الموجودة هنا لا تتوقع السعودية الآن هي السعودية قبل خمسة أو عشر سنوات سابقة ولن تكون بعد خمسة أو عشر سنوات لاحقة مستحيل تتغير جذريا وهذا التغير نحن بالنسبة لنا نعتبره تهديد أو نعتبره فرصة واحد من الاثنين إذا اعتبرنا تهديد ما من ينسوي أصدق على الشرية التقارية البحرينية طبعا طبعا نتكلم عن مناحة الانفتاح التجاري طبعا وهذا طبعا انت تخيل مثلا السعودية كل السينمات مفتوحة مثلا كم كمية السعوديين اللي كانوا مثلا يجوهم في البحرين مثلا نفترض رقم معين نقول مئة سعودي كمثال للتسهيل فقط مئة سعودي بعد الانفتاح كم بيجي؟ كم؟ عشرين ثلاثين؟ هذي يبقى أثر حتى على الانكم فضرورة جدا حلال نحصر تفكيرنا أنه فقط للبحرين والبحرين فقط البحرين يجب أن تكون هي الانطلاقة البحرين تكون انطلاقة مثلا ساميها المطبخ مثل سنغافورة كعقلية تكون هي الانطلاقة وانطلاقة للعالمية ماكو مشكلة بس يجب ناخذ كل الأمور بعد الاعتبار السياسية والاقتصالية والصحية وهذه الثقافة كيف تكون إذا إحنا كمسرعات وحاضنات وحتى رواد عمل وأتكلم عن نفسي قبل أي شخص آخر إذا ما عندنا هذا مثل ما يقول لك السكوب الكبير أنا أسميه السكوب اللايت التورتش اللي هو المصباح السكوب اللايزر لازم أنت عندك اثنين عندك المصباح عندك اللايزر المصباح عندك الرؤية العامة والليزر عندك التحديد إذا ما عندك هالثنين الجهازين ما بدك بتتواصل خصوصاً في وقت أزمة نعم موجودة تمكين وما قصروا والله عتم العافية لكن يجب أن تكون عندك بلان بي مرت فترة تمكين والله مراجعة ثلاثة ستة أشر ما يدعونه معذورين عملية حسابات ومراجعة أنا كرادة عمل شون أسوي أقتصر بس وعمليه في البحرين هذا خطأ تنطلق لبرة وأنت في البحرين فهذا بشكل عام يعني هذه النقطة جداً ما هما ذكرها برانسون أن يجبك أن تكون عندنا الهدفية لأن إذا كان عندك هدفية يكون عندك نفس طويل أما إذا كان الهدف تبعك فقط بروفت فأي أزمة أي حدث طار وبالتالي يتوقف النفس الطويل ومثم لا تستمر وشكراً لكم وعذراً على الإسراع في الكلام فقط لا يدرك الوقت وشكراً نحن نشكرك كباش مهندس شكراً جزيلاً على المدخلة القيمة ووجهة النصر